اشتركوا في القناة اخدار مشوار السهم ده السهم ده جاي بقى من امريكا جاي من انجلترا جاي من بناء جاي بتاع ربنا اطول اعماركم جميعا لكن هذا هو يعني عمر خالد صالح يعني انتهى عند هذا وتوفى فجر اليوم وحسب المعلومات اللي قدرت جمحها يعني وحاولت كنت تكون معلومات دقيقة انه دخل المستشفى من 21 يوم كانت ظروف اجراء الجراحة صعبة جدا دكتور مجد يعقوب رئيس المركز عمل مجد جبار ويشكر عليه جدا 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 ويبذله بشكل عام يعني عمل مجد جبار لانه خالد كان رايح في حالة صعبة جدا وخاطب يعني فيه اجهزة طلع حديثة وحاجات زي كده خاطب جهات عالمية كثيرة بحيث انه ينقذ الموقف لكن الجهات العالمية كان رضاها للدكتور مجد يعقوب ان الحالة صعبة ان الحالة صعبة فضل الدكتور مجد يعقوب طبعا كل شيء بأمر الله لكن فيه طب وفيه علم بيشتغل فضل يشتغل لغاية ما قدر يزبط خالد صالح يخش بيه الجراحة الخاطرة جدا ودخل طيب قويس اشتغل اشتغل واشتغل